ومشرف طبعا يا كابتن وكل الأهلوية من ساعة ما قلنا أن حضرتك معنا زي ما بقولك أنه بيتكلموا على قد إيه لحد دلوقتي بيتفرجوا على أهداف ومباريات طبعا كابتن سامير كامون عشان كده عايز أبدأ معك من صفقة مهمة في النادي الأهلي مؤخرا وهي صفقة بدر بنون أنا عايز أسألك بشكل شخصي على رأيك وعلى رأيك في أداء اللعب إحنا طبعا بنتكلم على هو مباراة رسمية واحدة بس قدر أن هو يشارك فيها وأنا كنت يمكن بقول في بداية الحلقة يا كابتن أنه أنا شايفة أنه قد إيه ضغط عصبي كبير على لاعب أن تكون أول مباراة ليه مع فريقه الجديد مباراة رسمية وإنهائي بطولة ومع ذلك اللاعب ده علشان قائد وشخصية وجاي من فريق كبير كان فيه ثقة بالنفس كبيرة قوي وطبعا مش أنا بقل هتكلم على الأداء وحضراتك موجودة أنا بيتكلم على حد في نفس مركزك تقريبا هو كويس أني اخترت حد في مركز عشانه يومه كويس طبعا النادي الأهلي كان موفق جدا مع ميستر موسيماني في اختيار بدر بنون ممكننا من سنة أو سنتين قلت في بعض السيادات وكمان في قناة معظم قناة في النادي الأهلي قلت النادي الأهلي محتاج مساك سوبر وبالفعل بدر بنون يعني اسم على مسامة يعني فعلا تحقق رغبتي وممكن يكونوا سامة وكلامي لكن هما فعلا كانوا حطين من ضمن خطتهم لجنة تخطيطنا هما جيبوا مدعف سوبر فعلا وفرود سوبر فبادر من لعبك كويس جدا جاي لعيب جاهز مش محتاج ان احنا نقيمه يعني فنيا هو لعيب دولي ولعيب في نادي الرجاء المغربي من الأندية العريقة في المغرب أو شمال أفريقيا فهو جاي جاهز لكن لعيب مباراة صعبة جدا واختيار موسيماني له كان نلاقى صعب عشان حاجة مهمة جدا هو أول مباراة لي مع النادي الأهلي مباراة نهائية وكاس وكمان النادي الأهلي واخد أفريقي قابليها بأيام قليلة جدا وكان يسر إبراهيم وأيمن أشرب بيلعبه فصعب جدا المدير الفاني ان هو يشيل حد أساسي ويحط حد جديد ما كان حد يعني دي في حد زدها مشكلة لأن ثبات التشكيل والتجانس مهم جدا لكن هو ممكن يكون مستر موسيماني جازب شوي جازب باختياره البدر بس اختياره ندري ما أنا ثقة في اللاعب قوي هو عنده ثقة في اللاعب وعنده طبعا رؤية كويسة جدا عشان كده قدر أن هو يختاره وما تردتش لكن هي كانت مجاسفة لكن اختياره كان في محله بدر أدى أداء كويس جدا أداء راقي بيبدأ الهجمة من وراء بيقدر أن هو عنده رقابة وبيلعب هيدرز كويس جدا عنده ميزة أن هو بياخد خط الظهر لنص الملعب فدي مشكلة لمعظم المدافعين اللي موجودين في مصر إن معظم المدافعين في مصر الاتنين اللي في القلب بيبقوا يعني عايزة أقول لحضرتك إيه قريبين من الحارس قوي فده غلط كلما يزوء المدافعين لحد نص الملعب بتدي ارتياحية في التحرك لنص الملعب والمهاجمين بيلعبوا برحيتهم أو بيبقى فيه عمك هجومي لكن هو لعيب هايل ولعيب كويس جدا واختيار كان موفق من مجلس الإدارة واختيار موفق من موسيماني إن هو يبدأ مباراة طلع الجيش اشتركوا في القلب